ولاية قصنطينة شمس الدين تامن مرسل تلفزيون نهار من ذاتي الولاية أهلا بك شمس الدين وكيف هي الأجواء خاصة وأنا أرى من ورائك عناصر الأمن أو الدارك الوطني موجودين من خلفك حتى يقومون بعملية الرقابة على هذه العملية نعم مرحبا بك زميلي بلال مرحبا بك من المشاهدين إذن رسميا دخول تتبيق الحجر الصحي الجزئي على ولاية قصنطينة على غيرار بعض ولاية الوطن في إطار ربما إجراء وقائي للحد منتشار فيروس كورونا السلطات العليا في البلاد قد توسعت ربما لعديد الولايات منها قصنطينة الوادي إلى غير ذلك هنا قوات الدارك الوطني أو الأجهزة الأمنية قامت بوضع ربما نقاط تفتيشة عبر مداخل الولاية وعبر مخارجها لمنع المواطنين من دخول تراب هذه الولاية نظرا لدخول المدينة يعني حضر التجوال بداية من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة سابعة صباحا ولتفاصيل ربما على العملية ينضم معنا الرائد بن عيني لقائد الكتيبة العسكرية قائد الكتيبة الإقليمية للدارك الوطني لإعطائنا ربما المخطط المخطط الذين يقومون به تتبيقا لإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية وسلطات العلية في البلاد ربما ما هي الإجراءات المتخدة؟ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم مواصلة للتدابير الاحترازية المتخدة من طرف سلطات العلية البلاد وتنفيذا للنظام الوطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون الانتشار هذا الوباء حيث تقرر الحجر الصحي الجزئي لولاية قسنطينة ابتداء من هذا اليوم 28 من مارس سنة 2020 ابتداء من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا وتنفيذا لهذا القرار قامت قيادة المجموعة الإقليمية للدارك الوطني بقسنطينة بوضع مخطط عمل شامل يشمل تدابير وإجراءات احترازية وحشد جميع الوسائل الضرورية لحماية المواطنين بغرض الحد من التنقلات الغير ضرورية للمواطنين وحد من تجوال والبقاء حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبنا بسد جميع المحاور والمنافذ ومنع حركة المرور عبر شبكة الطرقات الوطنية والثانوية ومنع حركة المرور عبر شبكة الطرقات مع عدى طواقم الطبية وشاحنات تموين بيئة المواد الغذائية كما قمنا أيضا بوضع مخطط عمل متمثل في منع غلق جميع المحلات التجارية مع عدى الصيداليات وحضر التجوال ومنع التجمعات في الأماكن العمومية لذلك نحث جميع المواطنين على الالتزام بهذه التدابير الوقائية والتحلي بالمسؤولية والبقاء في الحجر الصحي المنزلي وذلك لضمان سلامته للإجارة فقط زميلي بلال نحن الآن متواجدون عبر المدخل الرئيسي لمدينة قسنطينا داخل المنطقة عين سمارة ربما ما هي النقاط التفتيش الأخرى فيما يخص ولاية قسنطينا ولاية قسنطينا قابت بوضع أكثر من 30 نقطة لغلق جميع المداخل قسنطينا بإضافة إلى دوريات مراقبة لجميع المحلات ومدى تطبيق الحجر المنزلي وتطبيق حظر التجول عبر إقليم ولاية قسنطينا هناك ربما الحالات استثنائية للمواطنين حينما يتنقلون إلى المدينة التي دخلت بالفعل هناك مجموعة من الإجراءات تخذت ومتمثلة في سمع للطواقم الطبية وأيضا شاحنات التموين بالمواد الغذائية والسلع وبعض الحافلات المخصصة لنقل العمال الصح نعم شكرا سيادة الرائد على كل هذه التفاصيل نعم حدثنا حول المخطط الأمني التي قام به قوات الدرك الوطني فيما يخص الوقاية من تفشي فيروس كورونا نعم زميلي بلال هي إجراءات ربما قد تكون وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس داخل إقليم ولاية عديدة على سبيل المثال هنا في قسطنطينا في قسطنطينا هي مدينة حيوية وعاصمة الشرق الجزائرية لابد من إجراء ربما جزء لهذه الولاية لحد من انتشار الفيروس كورونا شكرا لك كما تشاهدون الخلف نقطة التفتيش